السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية تأسيس شركة. تأسيس شركة يكون باتفاق شخصين ولا ثلاث اشخاص ولا عند اشخاص اه بشكل رسمي. ويكون مكتوب على شكل عقد عند المواتق. القانون الاساسي للشركة اللي هو ستاتي دو لاصو سيتي يضم بيانات اساسية اللي هي اولا اسم الشركة. لا دوميناسون دو لاصو سيتي يتم تسمية الشركة عبر وثيقة تستخرج من السجل تستخرج من السجل التجاري. تسجل فيها اسم الشركة. اه تخترحوا تسجل فيها اسم الشركة وتسمية اخرى مقترح. من بعدها ما صالح اه سجل تجاري اه تقبل لك الاسم ولا ترفضه. لعدد اسباب. مثلا تسمية اه تكون مكررة. وفي حالة اه قبل تسمية تشد لك ست اشهر. اذا ما استعملهاش اه اه اذا ما يقدر يطلبها واحد اخر ويمدوا له التسمية اه بشكل عادي. المدة القانونية اه اه يجب ان لا تتجاوز تسعة وتسعين سنة. اسماء الشركة معطياتهم اه عنوان تاريخ الميلاد. عنوان شركة ايه المقرى الاجتماعي. ايضا تحديد اه اذا ما كان هناك فروع ثانوية للشركة. اه نشاطاتها هنا اه نشاطاتها هنا الموتق اه هنا الموتق يكتب جميع النشاطات اللي يحبين ديروها. لكن مصالح سجل تجاري تقدر ما تقبل لكش. كاش ناشاط بيه 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 ما يمشيش مع النشاطات الاخرى. مثلا مؤسسة الترقية العقارية لازمها سجل تجاري وحدة. اه حصص كل شرك لبارت سوسيال مع تحديد نوع الحصص النقدية او عينية والتي يتم تعينها. والتي يتم تعينها. يعني توزيع الحصص. من طرف محافظة الحسابات معتمده تقدم نسخة من الالتزام مع مكونات الملف لدر الموتق. وكذلك يتضمن العقد الاساسي للشركة غيرها من المعلومات مثل تخصيص اه 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 الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري او تعيين مسير للشركة خارج المساهمة. يتم توقيع العقد امام الموتق بتقديم اخرى تتمثل في نسخة من بطاقة تعريف الشركة نسخة من بطاقة تعريف شركة مستخرج شهادة الميلاد التزام محافظ الحسابات بتوزيع الحصص شهادة التسمية من مصالح سجل تجاري عقد الكراء الذي يجب ان يكون باسم الشركة او عقد ملكية او غيرها. بعد تسجيل بعد تأسيس الشركة تتم عملية القيد في السجل التجاري في اجال اه قدر شهر واحد من تأسيس الشركة مرفوق بملف كامل يتمثل في اه نسخة من القانون تأسيسي للشركة تصريح بالتسجيل في السجل التجاري اه يكون اه ام بريمي و مامر مصالف التسجيل تدفع لدى مصالح سجل تجاري يحتسب اه يحتسب اه يحتسب حسب عدد رموز النشاطات و رسوم التسجيل تدفع لدى مصالح الجيبه اه اه في حدود ربعة الف دينار جزائري اذا تم تعيين مسير للشركة يطلب صحيفة السوابق العدلية بعد الإشهار القانوني لإبلاغ عن وجودها وإمكاني التعامل معها يتم إشهار الشركة في النشر الرسمية للإعلانات كما يقوله بوال الصادر عن سجل التجاري بالإضافة إلى الإشهار في الجريدة اليومية اشتركوا في القناة